لا أجندات غير معلنة أو خطط خفية للكرملين في سوريا الرئيس الروسي شخص بكل وضوح أهداف موسكو في هذا البلد سواء على الصعيد السياسي أو العسكري الرئيس الروسي كشف عن هذا الأمر في معرض إجابته عن سؤال في إطار تقليدي الخط المباشر مع الرئيس المتبع منذ عقد ونصف العقد نحن نسعى إلى ترتيب عملية تسوية سياسية وسلمية في سوريا بين كافة أطراف الصراع وعلى الأمد القريب فأن مهمتنا تكمن في رفع مستوى الأداء للقوات المسلحة السورية وتأهوبها القتالي لكي ننتقل بهدوء إلى مواقع المرابطة الثابتة في سوريا أي تلك المواقع التي أنشأناها هناك في مطار حميميم وقاعدة طرطوس البحرية وبذلك نمنح القوات السورية فرصة للعمل بفعالية بغية تحقيق النتائج التي تبتغيها وعند الضرورة يمكن أن نقدم الإسناد اللازمة لهذه القوات باستخدام الطيران العسكري من أجل حل المهمات الخاصة بمحاربة المنظمات الإرهابية هذه هي خطتنا في سوريا إذن خطة الكريملين هي ذاتها دعم الحليف السوري في إقامة سلام يرضيه وعدم السماح للإرهاب بالوصول إلى الأراضي الروسية وتجدير الوجود العسكري الروسي في سوريا حماية لمصالح موسكو الاستراتيجية في المنطقة ورغم ما يشاع عن استفادة موسكو من الأزمة الخليجية لجهة تخفيف الضغط العسكري الذي يمارسه المسلحون على الجيش السوري وحلفائه إلا أن بوتين لا يرى سبيلا للحل النهائي في سوريا من دون تعاون وتوافق مع واشنطن القضية السورية هي قضية شرق أوسطية وقد بات واضحا للجميع أنه من دون عمل مشترك بناء مع الولايات المتحدة الأمريكية لن نحقق شيئا إلا أن المجهولة الأكبر بالنسبة لموسكو يبقى عدم وضوح سياسة إدارة ترامب التي تقصف الجيش السوري من جهة وتعلن في ذات الوقت أنها لا تسعى إلى مواجهة معه لا شك أن روسيا تسعى إلى جملة من التوازنات فيما يتعلق بالملف السوري فهي تبحث عن تفاهم مع أمريكا وتحافظ على علاقات متوازنة مع دول المنطقة المختلفة فيما بينها وفي الوقت نفسه تستمر في دعم الحكومة السورية وتشجع المسلحين المعتدلين على الانخراط في العملية السياسية وكل ذلك يتطلب حضورا عسكريا قويا في سوريا لم يعد الشأن السوري بالنسبة للشعب الروسي شأنا داخليا فمنذ إعاز الرئيس الروسي بلاديمير بوتين إرسال قواته إلى سوريا دعما لحكومتها أصبحت سوريا من أكثر المفردات ترديدا في روسيا سلام العويدي موسكو الميادين